قائمة روي فيتوريا أعلنها وكالعادة مع أي قائمة لمنتخب مصر هناك انتقادات وهناك هجوم وهناك استفسارات عن لعبين مش موجودين في هذه القائمة هل في هذه القائمة اللي اخترى روي فيتوريا شفت أنه كان فيه أسماء أكثر تميزا من اللي موجودين بص فيتوريا من أول ما اشتغل مع المنتخب أول تجمع ليه في شهر 9 وليعب ماطشين النيجر وليبيريا وبعد كده التجمع بعد كده شهر 11 لما لعب ماطش بلجيكا وكان عنده فورمات واضح قوي في المنتخب وواضح قوي أنه هو يكمل بطريقة 4-3-3 اللي احنا اشتغلنا عليها في فترة كارلس كيروش فالعناصر اللي بيختارها بيختارها على أساس البناء بتاع الشكل بتاعه في الملعب يعني كان عنده بعض العناصر سابتة يعني مغاشر شناوي مغاشر حجازي محمد حمدي بالنسباله كان هو الباك ليفت الأساسي في الوقت بعض الأوقات غفت طوح بس وكان بالنسباله محمد حمدي هو الأساسي وده هنقول ليه هو اختار محمد حمدي وليه كمان اختار هشام صلاح النهاردة لعب من اتحاد السكندري في ظل النباك رايد لأنه المنتخب مع فيتوريا لما تشوفي الأهداف والشغل اللي عمله خلال مباريات ثلاث مباريات أصاد النيجر وأصاد ليبريا وأصاد بلجيكا لعبوا كله من العمق ما تلاقيش الباكات بيزيدوا ويعملوا أفرات وليل جدا لما تلاقي باك بيزيدوا ويعملوا أفر دايما بيعتمد على الباك رايت وباك ليفت دايما وقفين دايما بيحاول أنه يقفل بيهم مساحات وبيشتغل على اتنين لعيبة رقم تمانية السروباس اللي بتتأمل يعني مثلا هديك مثلا ماتش بالجيكا الجول التاني محمد صلاح ادى السروباس لتريزي جيم من وراء المدافعين راح ينفرد تروح للجول مثلا التاني في ماتش النيجر أظن كان مصطفى محمد اللي سجله برضو كرة كانت من إمام عشور سروباس في ظهر المدافعين راح عليها مصطفى محمد مع الضغط اللي بيشتغل عليه ده شكل شوية اللي ممكن التشكيل اللي يشتغل عليه فيتوريا طبعا بس احنا هنا بنتكلم على فتوح ولا حمدي حمدي لعب التلات ماتشات اللي فاتوا مع فيتوريا محمد هاني ولا هشام صلاح اظن محمد هاني لانه فانت قلت ليه هشام ما هو مش فارق معا فيك تقول زيادات الهجومية لهشام صلاح بزبط وبيشتغل على اللاعب الباك اللي ما بيزدش كتير انا بشتغل على محمد صلاح ومصطفى محمد ومارموش او تريزي جيم دايما بيكونوا موجودين معدومش ادوار دفعية كبيرة جدا بيضغطوا بدري وبشتغل على اللعيبة تلاتة لعيبة وسط ملعب هم اللي بيشتغلوا على من تحت التلاتة دايما بيجوا من تحت دايما بيسددوا كتير دايما بتلاهم بيعملوا سرو باسس من تحت تلاقي اللعيبة التلاتة رايحين قصاد المرموش وبيشتغل على الاربع اللي ورا هم اللي بيقفلوا المساحات ما فيش زيادات كتير عشان كده فضل محمد حمد على احمد فتوفي بعض الوقت وعشان كده هشام صلاح يعني احنا معنا بعض الارقام لو لو عرضناها الارقام اللعيبة الجداد اللي دخل لارقامة المتخم انت بتكلم في كهربا بتكلم في كهربا بتكلم في عبدالقادر بتكلم في هشام صلاح في مين تاني بردو ده محمد هاني ومروان عطيه طبعا محمد هاني طبعا 27 سنة لقى بشرين مباراة الموسم ده صنع قرى واحدة وكان ليه تمن مباراة دولية بمناسبة تمن مباراة دولية كان نضم وقت اجيري ووقت كابتن حسام البدري بس الفترة الاخيرة طبعا غاب عن المنتخب في ظل أكرم طفيق كان هو الأعلى منه في أو هو الأساسي فيه تشكيلة النادي السورة اللي بعدها السورة اللي بعدها بعد محمد هاني ممكن مروان عطيه هشام صلاح هشام صلاح بقى عنده 25 سنة الرجل ده أطول محمد هاني شوية عنده طوله 184 سنتي عمل كرة واحدة بس صنع هدف وحيد اللي هو بتعملش الإسماعيلي اللي خلص واحد واحد كان الكرة ثابتة وهشام صلاح ببيزيتش خالص يعني بتتكلم على مدار 3-4 مواسم مع النادي الاتحاد السجندري صنعه هدفين بس منهم هدف السنة دي الكرة السابتة هو لعب دفاعي قوي جدا في الكورة العالية بيقدر نوا يستخلص كرات ولكن على ناحية الهجومية هو مش ضعيف ولكن برغم الاتحامات الكتيرة كروت صفرة عنده مش كتيرة هو 3 كروت صفرة بس ده بالنسبة ليه هشام صلاح الباكرايت اللي فضل فيتوريا نوا يضمه في مركز الباكرايت بعد كده عندنا ممكن مين اللي بعد كده؟ أحمد عبدالقادر طبعا أحمد عبدالقادر بيقدم أداء كويس جدا نضمن مع فيتوريا قبل كده فيتوريا كان نضمن مع محمد طير ناحية الشمال بجد إيه ده؟ أحمد عبدالقادر بيقدم أداء كويس جدا أنا شايفه بقدم أداء كويس جدا وشايفه لاعب مهم جدا محتاج يتطور أنا شايف كده برضو أنا شايف أحمد عبدالقادر من لعبة المميزة جدا أحرف العيل في مصر أحمد عبدالقادر بس محتاجي يوظف ده بشكل كويس هو دي الفكرة أنه عبدالقادر إلعب السهل هتلاقي الأمور بيتمشي تأسهل بكتير جدا وبمناسبة يعني السجل له في الأهداف هو سجل 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 أهداف وصنع هدف وحيد أنا شايف ده رقم قليل بالنسبة لأحمد عبدالقادر لأنه بيروح كتير وموجود في الثمنتاشر كتير وقريب جدا بيقدر أن هو يروح قريب من المربع فمحتاجي أنه يزود شوية ده أكتر من كده ولكن على مستوى الأداء أنا شايف أحمد عبدالقادر من أهم اللعبة اللي موجود ديه في مصر في المركز سريعا إحنا عندنا كمان مروان عطية ويه؟ بس يا حياء محمد مصطفى أماني يبص علي أنا وإنت وعندما شغلات بعض سأروح لأنا بكتنسة لأحمد عبدالقادر دي بس لما تقوم هو أتفكر ويتفكر وعدها ما بيعديهاش مروان عطية مروان عطية بقى بص يعني مروان عطية ده من نوعية اللعبة اللي أحبها فيتوريا قوي لأن فيتوريا حب محمود حمادة لعب بيلعب كرة على الأرض ما بيفئتش الكرة بسهولة بيعمل تسرور بس كتير بيكمل وبيعمل زيادات بيستخلص كرات الفولات بتاعته كمان قليلة كل ده متوفر في محمود حمادة وتوفر كمان في مروان عطية اللي قدر يثبت ذاته مروان عطية طبعا صغير في السن برضه 24 سنة بتتكلم في لعب 11 مطش مع الاتحاد السكندري بمناسبة 11 كان لعبهم بشكل أساسي كل المباريات قبل ما ينتقل ليه النادل أهلي مع النادل أهلي لعب أرب لعب خمس مباريات منهم أربعة بدأهم بشكل أساسي في الدوري ولعب ثلاث مطشات في دوري الأبطال بمناسبة المطشين اللي خسرهم الأهلي في دوري الأبطال مروان عطية ما بدأهمش لو مطش الهلال وصاند اونز التلاتة اللي هو التعاد والورفزين كان بدأ فيهم بشكل أساسي ولعب مطشين في كاس عامل أندية مطش فلمينجو بدأ بشكل أساسي بس ما سجلش وما صنعش مع النادل أهلي ولكن سجل وصنع هدف مع النادل اتحاد السكندري خلال الفترة اللي لعب فيها طبعا آخر حاجة ختم يعني المسكي الختام كهربا أكتر لاعب معجب به فيتوريا من فترة طويل والحياني فيتوريا من ساعة كهربا عفوا من ساعة عودته من الاقاف وهو بيقدم مستوى هايل لا يتوجدش في مباراة اللي ما بيسجل روي فيتوريا أنا قلت الكلام ده من شوية روي فيتوريا بيفكر في الكهربا أساسي في مباراة ملاوش لسه بيشوفه مكمين عشان عنده تلاتة أساسيين مرموش ومصطفى وصباح بس هو عايز يبدأ بكهربا شايف أنه كهربا مهم جدا في تشكيلة الفريق بزبط كهربا طبعا أنت بتتكلم في النولة بتسع مباراة بتتكلم في مدى تأثيره في المباراة كبير جدا بتتكلم في سجل ست أهداف صنع هدف وبمناسبة تسع مباراة دلف مثلا في منهم دقيق قليلة جدا في ماتش ريال مدريد وثمان دقيق في ماتش سان داونز في حتى الماتشات اللي نزل فيها متأخر يعني أول ماتش في كاس عامل قد يقدر يسجل هدف الماتشات اللي كان بينزل فيها متأخر ما كانتش بيبقى عظيم قوي بزبط يعني ماتشي كنو صعبين لتتكلم لمديو سان داونز صح لما بيبدأ أساسي بيكسر الدني